منذ سبعينيات القرن الماضي وهي تعاني من سوء بنيتها التحتية لا ماء ولا كهرباء ولا خدمات صحية ولا مدارس ولا خدمات أي كان نوعها ولا يزال قاطنوها يتأملون أن تمتد لهم يد الحكومة في العام 2008 شرعت الحكومة ببناء إسالة للماء وتوقف المشروع حتى أن معداته تهالكت بفعل التقادم والظروف الجوية المنطقة هي منطقة الجراشية حقيقة من الله خلق هذه المنطقة لا طبهم كهرباء من 1970 من المدى التعدلان لا إدامة لساكم هطلة بالقاء حتى ناس كهرباء تماتت لأن الساكم انتهي تقريبا 40 سنة طيابة مي ماكو جهال عندنا تمرضت مي التعبان يعني هسا أكوه بالعراق واحد يشرب الحدثة من مي النار يعني سال عندنا صالها من 2008 يمكن سووها والحد هسا ما كامل أهالي المنطقة قالوا إنها المرة الأولى التي تنقل فيها قناة فضائية معاناتهم التي تتفاقم عاما تلو الآخر طالب إن شاء الله بالإسراع بعادة وتأهيل هذه المحطة الضرورية تدرى هاي الطلاب الموجودة المنطقة وهي هاي الطاقة الاستعابية ما شاء الله يعني محطة شبيرة إن شاء الله إحنا هنا الإسالة هي تقريبا كاملة حتى البوريات ممدودة وكاملة لكن ينقصها بس أعتقد التشغيل أو كهرباء ما واصلتها وإن شاء الله بجهودكم توصلوا صوتنا المسؤولين أو المعنيين بها المسألة قائم مقام قضاء المسيب عبد الكريم عبد الجبار ثابت قال إن نقصا كبيرا تعاني منه قرى وقصبات شمالي بابل المحررة وخصوصا الخدمات الأساسية مطالبا بتفعيل صندوق إعمار المناطق المحررة لدينا أكثر من خيار فيما يخص قطاع الماء هناك محطة 50 متر مكعب هذه المحطة بها تعرضت للتخريب وسنحاول عن طريق تخصصات 2020 تأهيلها إن شاء الله أو مدخط أنابي بطول 8 كيلومتر من منطقة الإسكندرية بتجاه قرية البودران ما يخص الطرق أيضا القرية بحاجة إلى الطريق الرابط بينها وبين مدينة الإسكندرية نقطة إضافية لهذه المناطق لو يتم تفعيل صندوق إعمار المناطق المحررة نلاحظ أنه اللجنة الخاصة في محافظة بابل تحديدا هذه المنطقتين منطقة جرف النصر ومنطقة قرية ومنطقة البحيرات ما شاهدنا تفعيل لهذا الصندوق في هذه المناطق وتغيب عن المناطق المحررة المشاريع الخدمية فيما تقوم نظمات دولية بتنفيذ مشاريع محدودة لها في مجال المياه وتأهيل المدارس والمستشفيات الأمر الذي أثار نقمة السكان